السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل كل شيء نبارك ليموش خوطني الناس وعلى التأهل التاريخي اللي تموه النهائي كأس العالم وعلى القرينة والقيتالية والروح المغربي اللي كانت حاضرة زي التحية كبيرة 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 جدا للمدرب بيدروس على الروح الجميلة دياله اللي صراحة كتحس به مدرب وطني ماشي أجنابي وكاملين رأينا كيفاش تفعل ليك ما تأهل لابواش أو حتى كيفاش كردد نشيد الوطني قبل أي مباراة أما هذه الخسارات ضد ألمانيا بسوداسيا تضح بأنها رهبة البداية فقط ليس إلاه وما تنساوك كانت هذه هي أول مباراة للمنتخب النسوي التاريخي في كأس العالم كذلك المنتخب النسوي اللهم بارك وزيد في ذلك هو المنتخب الوحيد المشاركة لأول مرة في بطولة كأس العالم لكي تجاوز طور الأول وبين قوصين فاش تخلي رئيس الفيفا جيانا إيفانتينو يخرج بيتدوينه ويقول ديمة مغرب ديمة مغرب بل ونزل حتى الأرض التي ملعبوا بارك اليوم فهنا ستعرف حجم إنجاز لبوءة الأطلس وحتى الصحافة العالمية تغنيت بهين كذلك المهم إن شاء الله لبوءات عندهم فرصة كبيرة جدا لأعتبار ضد المنتخب الفرنسي لكي نخرجه من المونديال ونردوني مصرف كأس العالم الرجال الذي كان في قطر وطبعا يبقى كل شيء ممكن فقط تفاعلوا خيرا تجدوا ومن المنتخب المغربين نيس ونذهبوا نشاهدوا الأخبار التي لدينا اليوم والبداية ستكون مع المفاجأة الغير المتوقعة من محمد إحتارين الذي سبق لي قلت لكم بأن نادي سامسون توركي عبر حسابه رسمي أعلن على تعاقدي مع إحتارين لمدة أربعة مواسم وحتى اللعب نفسه تم استقباله من طرف الجماهر كما يبال لكم بالواضح ولكن المفاجأة في الموضوع وهو نادي سامسون خرج عود ثاني وقال لك بأن صفقة محمد إحتارين في شلات والسبب هو اللعب يحاول أن يغير بنود العقد بشكل غير مقبول لذلك كما كان قلوب العامية ديالنا تفركشت الحفلة وما بقى لا تعاقد لأوله وده بندوز عن طريق سوداني للبارحة ماركا بيت زوير مهم كذلك وليسا أمبي في فوز فريقية جينت على نادي جالينا السلوفاكي برسم الدور التمهيدي لدور المؤتمى الأوروبي وقسة الهدف كما كانت في حدود دقيقة عدو السن بعدما طريق طلب الكورة وراء المدافع سلوفاكي جان ميناريك وحتى الأصيص للعب البلجيكي هوكو كويبريس كان دقيق جدا المهم أن المغرب ينطلق لك على الجبهة اليسرى وتوغلك للعمق وبخطوات متتاقلة يقلب لك المدافع رقم 23 الذي هو الجام ميناريك والذي أوتوماتيكا كما يبالكم يخلق رأسه المساحة وبذلك يضع لك بروساج في الزاوية 9 الماشيش فيها إبليس العين ثم يأتي الهدف الذي يزنبه الحاسل لبو ماربالكو وأيضا فضل ماشي سودالي كان أعطى أصيص لهدف الأول في الدقيقة الثلاثين المهم في الآخر كما واضح لكم والماشي الثالي بنتيجة خمسة أهداف الهدفين وبالمناسبة حتى الدولة المغربية الآخر المدافع إسماعيل قندوس كنشارك فضل مباراة ولعب 90 دقيقة كاملة وقبل أن ندوزه إلى ما غير مش إشبالي لدينا أخبار على السريع بداية من أيوب الكعبي اللي حالي الأخبار عليك تقول بأنه توصل إلى اتفاق مع نادي أولمبياكوس اليوناني وقريب جدا تحسم صفقة انتقاله حتى الآن ما زال ما كانت حاجة رسمية ولكن الأخبار خارجة من مصادر موتوقة وقريب إن شاء الله ستسمعوا بأن الصفقة تمت بنجاح أيضا صاحبة موندو دي بورتيفو بتاريخ اليوم قالوا بأن الزازول عبدالسامد نجح في إقناع المدرب تشاغي هرناندز بشي السامر مع النادي الكاتالوني خصوصا بعد مشاركة أساسي في مباراتي من أصل ثلاث مباراة التي كانت إعدادية لبرشلونة وقالوا نفس الكلام الذي قلت لكم منذ أيام بأن النادي الكاتالوني والحمد لله كنت أول واحدة قلت على هذا البلان منذ سبعة أيام والتوقع الذي بدأت تأكده حاليا الصحافة العالمية وبين قوصيرها الزازولي في حالة ما تتوصل بعرض ضخم لا يقاوم والذي سيغرق إدارته ببرشلونة فذلك الساعة يقدروا يبيع العقد بحكم الأزمة المالية وواء الأخرى وهذه النقطة تحديدا كنت ديما كنت أذكرها لكم وحتى صاحبة الموندو كذلك أشارت لها في هذا التقرير أما بخصوص الدولة المغربية الآخر أنا الزروري فرسميا اليوم جدد العقده مع ناديه بيرلي لسعد هذا الموسم إلى الدوري ممتاز والعقده سيمتد إلى سنة ٢٠٢٨ بعدما كان سيسالي في سنة ٢٠٢٨ أما الذي يسأل على جديد سوفير أمر عبد فآخر مرة كنا قلنا بأن ماشيستر يونايتد كي سينوبيعه يا إما فريد أو دوني فاندي بيك وعدك الساعة سيقدمو لك بعرض رسمي لإدارة فيورونتينا الجديد الذي خرج اليوم وحسب الصحفي الإيطالي فابريزي رومانو قلبي أن نادي ديالو ما كنفوكاش لمبارسة الويدية القادمة التي ستكون ضد دانيو كاسل وكذلك ضد دانيس الفرنسي ومن المتوقع أن يبدأ محادثة رسمية من أجل التعاقد مع المغربي سوفيان بعد اقتراب مغادرة فريد ودوني فاندي بيك وفي الأخير قلبي أن أمر عبط ما زال بغي أو يفضل انتقال لماشيستر يونايتد ودباً نتاقل مباشرة إلى مغاربة إشبيليا بداية مع يوسف نصاري الذي سجل هدف قاعدته تحديداً في الدقيقة الثانية بعد تسعين في شباك نادي بيتز بعدما تلقى العرضية من اللاعب فرناندو بيش جاي بس صيف تابي دومي فولي الذي يجب بيع الحارس البورتوغان لروي سلفا علماً أن نصاري يوسف كان دخل حتال بدقيقة 71 مكارة فمار وبهذا الهدف كان سلال ماشي بفوز إشبيليا بهدف السفر أما ياسين بونو فمبدأي يبدأ كأساسي للمرة الثانية على التوالي وقدم كعادتي مباراة جيدة جداً وقام بتصديات مثل هذا الباراد اللي كانت تحديداً في الدقيقة 61 وولي اعتق بي شباك النادي الأندلوسي أما بالنسبة للمغرب الآخر شيد الرياض فكانت خلح تلط دقيقة 69 وكانت هذه هي أهم الأخبار اللي عندنا اليوم واحتلنا غادي نقول لكم الصعفي وصلنا لختام وخير وكلامي مع قل ودل وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلام